دعم المحدود لا يوازي الحضور الأمريكي المؤثر في مسرح الأحداث باليمن عسكريا من جهة التحالف ودوليا من خلال مجلس الأمن والأمم المتحدة مئتا مليون دولار فقط هي كل ما تقدمه الولايات المتحدة سنويا دعما لأعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن عبر منظمة الغذاء العالمي مواقف الإدارة الأمريكية تجعلها كما لو كانت في واد وتصرفاتها في واد آخر فهي تدعو للسلام في اليمن بينما تواصل دعم التحالف لوجستية لاستمرار الحرب ويتحدث مسؤولوها عن ضرورة تحقيق السلام بينما يتجنبون تسمية الطرف المعرقل لذلك السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر أشهد بنعقاد جلسة البرلمان باعتباره أحد أهم ركائز الدولة وخطوة في سياق تعزيز عودة مؤسساتها مشيرا إلى أن بلاده ستقدم دعما للحكومة في مجال تعزيز الأمن العام وحماية الحدود والشواطئ من جانبه أكد رئيس البرلمان سلطان البركاني أن نواب الشعب يدعمون السلام استنادا إلى المرجعيات الثلاث وفي مقدمتها المبادرة الخليجية وألياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرار 22-16 ودع البركاني الأمم المتحدة والدول الرائية للعملية السياسية في اليمن لإلزام الطرف الانقلابي بتنفيذ اتفاق السكهون الذي قدمت فيه الحكومة تنازلات كبيرة رغبة منها في تحقيق السلام وأن الضغط باتجاه تنفيذ ما اتفق عليه سيؤكد رغبة حوثيين في السلام من عدمه ترجمة نانسي قنقر